ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وبحسب معطية جريدة كاش 24 الإلكترونية فإن الكلب المصعور الذي كان قد هاجم والدة الضحية وأجبر الفتاة على محاولة الدفاع عن أمها حيث تلقت العضات القاتلة على مستوى الرأس والعين من طرف الكلب المصعور كان قد هاجم أيضا قبلها أزيد من عشرة أشخاص في أوقات متفرقة كما عرض مجموعة كبيرة من الكلاب للعضة ما يتير التخوفات من انتشار الصعار وسط هذه الكلاب وكانت الضحية قد عانت لأيام قبل وفاتها الأسبوع المنصرم حيث انتقلت لمستشفى تحنوت قبل إحالتها على مستشفى محمد السادس بمراكش دون أن تحظى بالتدخل الناجع لإنقاذ حياتها قبل أن يتم نقلها لإحدى المصحات الخاصة بمراكش حيث خضعت لعملية جراحية لم تحل دون مفارقتها للحياة متأثرة بمضاعفة الهجوم عليها من طرف الكلب المصعور إي لنا محمد بحصرة كبيرة عن ابناته البالغة من العمر الست عشرة سنة فرقت الحياة بسبب كلب المصعور نهش وجهها هنا في ضوار أسجين بجماعة أوريكا نواحي مدينة مراكش الكلب المصعور بدأ بأمها بعضات على مستويادها وصدرها الفتاة حاولت الدفاع عن أمها ليقفز إلى وجهها أحد جيراننا هو من قام بنقلهما إلى المستشفى بتحنوت لم يتلقينا هناك أي رعاية لم يتلقينا هناك أي رعاية فرق بالحياة وأنتم أقول إنسان لا يمشي هذا الشيء مستحيل لأن الناس يعتمون بإسمة البشره أول أول